نادي الزمالك بخروج منتخب مصر من كاس العرب السؤال من المتسبب في خروج منتخب مصر من بطولة كاس العرب من فيه مباراة قبل النهائي الإدارة الفنية المباراة نفسها هل كذا ولا أن اللعيبة ما كاتش في أفضل مستوياتها ده الاستفتاء هيبقى موجود على تويتر الخاص بقناة نادي الزمالك نتمنى أن تشاركوا فيه عشان إحنا في فقرة وجه اللي وجه حنتناقش أنا وحمد عطى عن الفكرة دي ونشوف بقى الأراء راحة فين وغاية منين وهل أنا أو أحمد فيه حاجة هتقدر نغيرها ولا هتفضلوا صممين على نفس الرأي اللي أنتوا داخلين به نبدأ حلقتنا وأحمد كده عايز يقولكوا حاجة كده خاصة بمباراة مصر وتونس في كاس العرب هو المباراة حتى بالموضوع مش فتعلق بمباراة نفسها الخليفة لأن المباراة في النهاية إحنا في كاس العرب هي منطقة موجودة للتجارة أو بطولة عملت عشان تجربة لكن مع الوقت خدت جدية يعني الحد كبير بدأت البطولة تكتسب نوع كبير من الجدية والرسمية فناس كثيرة طبعا والبطولة نفسها بطولة جميلة أنت في إبراعية الفيفا بشوف كم أجانب يحكمون كان حكم بتاع مباراة كان أقلهم يعني قريت حتى كنسة السعودية بس اه؟ اه السعودية طبعا السعودية يعني أنت أقوى خمس منتخبات عربية السعودية الوحيدة اللي كانت جاية منتخب كانت ساعتها تبقى البطولة ممكن في البطولة جاية تبقى حاجة يعني هو على فكرة البطولة هتستمر قوتها من استمرريتها يعني هتزداد وتزداد رسمية من استمرريتها هل هنشوفها بنفس الفكرة هل هتقدر تقنع لفيفا أنه يبدأ دايما سبونسورينج لها دي هتفرق كتير وإن كان سبونسورينج برضو الفيفا خد يقش فيها كتير قبدا أعلانات كلها تابع الفيفا لو تلاحزت نفس الشركات المتعدمات فيها لكن اتحاد العربي بعيد عن موضوع إلى حد ما لكن في النهاية البطولة إحنا كمشاهدين ومتابعين إحنا يهمنا أن احنا نشوف بطولة جميلة إحنا استمتعنا بالبطولة لكن البطولة دي ناس كتيرة وأنا منهم ممكن أعيب على المدرب إن هو يوصل للسيمي فاينال ويستمر في التجارب ما لم تكن دي مش تجارب لا دي هي قناعات بقى يعني في بعض الحاجات اللي ممكن نشوفها تبقى هي قناعات دي هجح لنقشها في الفقرة الفنية إحنا خرجنا بسبب هدف عكسي سجله عمرو لعبنا خليه بخط الوسط عمرو السلية في مرمى هدف طبعا وارد إنه هو يحصل لكنه في النهاية خطأ يعني هو خطأ يعني فكرة إنه هو تحويل إنه شيء ما بحدش يتكلم عنه ده برضو مش صح أنت بتناقش فني نشوف اللاعب أخطأ في قراره هون يتلاعب أي لعب الكرة دي أو لا آه هو حاجة واردة لكن ما لي مش وارد إنه خطأ أقل منه بكتير يتم تضخيمه يعني الخطأ إنه مستوى فاتحي عمل فاول في المنطقة دي ممكن يتفدا لكن هو في النهاية فاول فاول إنت ممكن وارد يحصل كتير في المغارض ما ينفعش ترجع السبب الرئيسي بالضط يعني ما ينفعش ترجع السبب الرئيسي إن اللاعب ارتكب خطأ هو السبب والحقيقة إنه فيه واضح إن الناس مش موافقنا في الرأي يعني أنت إذا كنت الناس بتقع دايما ونرجع تاني نتكلم فيها وبالأسف مضطرين نتكلم طول الوقت كل شيء الناس كتيرة بتقلب أهل وزمالك والناس بتبتهم ما كانت بتقلب أهل وزمالك ما حدش بيقلب أهل وزمالك والخطأ وارد لكن هو في النهاية خطأ يعني عمر السلية أخطأ في اللقطة دي أنا حتى شايف إن الشنوية كان بالإمكان أفضل مما كان الكرة سريع عليه لكن كان ممكن يعني كنت عايز تشوف إيه اللي هيحصل لو فرد إيده الشنوية في كرة كده كان ممكن لو فرد إيده هل ممكن كان يقدر يلحقها أعتقد رد الفعل كان بطيء شوية في الكرة لكن ما قدرش هلومه عليها بسطوى فتحي نفس القصة برضو ارتكب خطأ في الكرة دي لكن خطأ أقل بكتير فإنت لو ناوي تتكلم على أخطأ طبعا فيه خطأ كبير حصل في لقطة الهتف لعمر السلية اللي قدم بطولك ويسم أبغوله في رأيي بصراحة لكن لو أنت شخص بيحب أو بيحب دايما يسرد الأخطاء فالمنطقي أول خطأ هتتكلم عن نقطة عمر السلية حقيقة إن فيه ناس صحبنا في جريدة متهالي مش عيب إن نحن نقول إسمها لازم بقى نقول إسم عشان موضوع الذكر الحاجة من غير إسمها ده يعني شيء ممكن الناس كتيرة بتتخيل أن أنت بتتكلم عن شخص ما أو مؤسسة ما وانت بتكون تقصد مكان جارت الوطن جارت الوطن طلعت باتنين منشورين في السوشيال ميديا واحد فيهم إدعم عمر السلية بعد الخطأ اللي عمله موافق جدا في الانف لو أنت شايف أن لازم تدهب تبواقف وراء لعيبتك دايما وحتى مهما ارتجبوا أخطاء حتى لو كانت أخطاء كلفتنا الخروج من البطولة أنت في ظهرهم جميل لكن خطأ أقل بكتير كلمنا بقى عن الخطأ اللي عمل مصطفى فاتحي في الهدف ووجه له رسالة يلا شتم بقى فهمي فالموضوع يا جماعة يعني أنا أول ما شفت البوستين بصراحة افتكرت خليفة المشهد لا المشهد بتاع العبقاري أحمد زكي في فيلم معالي الوزير عمرك شفت أكتر من كده بصراحة عشان أكون واضح معاكم والموضوع بقى أوفر ومتجاوز كل الحدود ووصل لمرحلة من أننا دلوقتي الموضوع أن السوشال ميديا تتحكم أنا مثلا هو شايف أنه جماهيرنا دي معاين هي الأكتر فأنا خلاص حراضيهم ويتحرق الباقي بغض نظر عن المهنية بغض النظر على الوطنية بغض النظر عن أي معايير أخرى المهم أننا أكسب رضا بعض الناس بطريقة معاينة والباقيين مش مهم خالص الموضوع ده تجاههم فدي قصة أنا أول ما شفتها عند أحد الأصدقاء المهمين جداً عندنا في السوشال ميديا في نديزة مالك عبدالنطيف فوزي أنا بصق فيه شوية تقال لك عبدالنطيف أنا بصق فيه دايماً يعني ما بيجيب هو سكرين أو كده عندي إحساس كده أنا مظبوطة بس ما صدقتش قوي قلت ممكن الرجل بضحك رحت فتحت فعلاً الصفحة عشان يتأكد مليون المية لقيتها فعلاً موجودة يعني عارف أنا ما كنتش مصدق أن الموضوع يوصل أن اللاعب جاب جون في مرمى يعني أنا واللعب تاني عمل فاول فيبقى وجه له كلمة ولعب تاني سند أنا من المدرسة على فكرة اللي هو أنا نفسي دايماً في معيار واحد ودي دايماً بنتكلم فيها فيه زي ما تكلمنا قبل كده عن الجماهير فيه مدارس في الإعلام فيه مدارس في بلاد بتبقى معروفة البلاد دي سبايسي والدنيا مولعة فيها والعنوان واللي يعمل حاجة كويسة يبقى بطل قومي ونروح به لآخر نجلترى مثلاً مثلاً نجلترى يعني اللي ده ضرب الجزاء فاكر بكهم قبل كده ساكع حتى أخر حاجة ورايك دي مدرستهم في النقد عموماً وفيه مدارس تانية بتلاقي الدنيا فيها أهدى ومتزنة ودايماً واخدى جانب المسندة والحاجات اللي زي دي احنا ايه هنا بقى خليفة لا احنا هنا بقى على كل لون اللي هو ايه لون التيشيرت هو ده الأساس اللي بيتحكم في الموجة أنا قديم شوية يعني جمال عبد الحميد قبل كده في تصفات كس العالم 86 ضد المغرب جالنا ضرب الجزاء هناك اتقدم ليها وضاعت تقريباً الدبح لغاية لما اعتزل جمال عبد الحميد كان بيتم التسكير بكرة المغرب دي لغاية يعني الرجل وصل لأنه كابتن مصر في كاس العالم 90 ورغم كده كانت الكرة دي خلاص جمال عبد الحميد مرشدش درب الجزاء تاني في منتخب مصر فعلياً كابتن منتخب مصر وكان بيجيه ضربات الجزاء خلاص بقى بقت عقدة بالنسبال الصحافة ضخمت جداً من الحدث لدرجة أن أنا فاكر كواس جداً اتقال كده أن الرأس الزهبية دي اللي بتجيب للزمالك بس واتقال كده عايزة أطعها تخيل أن الكلمة دي تقالت كابتن طريق السعيد في مباراة مصر والمغرب تصوات 2002 خلاص ما شفناهش آية مساندة ده فضل الموزيع كان يعني فضل يقول له حرم عليك وجاب له يعني فهم ممكن الموزيع يعدي لحظة فعالية لا بعد كده طريق بقى جاب جوم في الجزائر رجو قال لك أنت مجبتاش كده في المغرب انت فاهم اللي فضلت ايه بيتم المطاردة لي يعني فهو هنا على الموضوع أنا نفسي بالمناسبة خليفة من أسف عموطايتك أنا مفضلت مش بسامح طريق سعيدة على الكرة دي بس أنا ده معياري أنا في اللعيبة في الخطأ ده أوكي حدعمه بس برضو حفضل شايلهاله ده معايا فأي بقى خلاص بقى بس حفضل سعيد كان لعي في الزمالك يعني يبقى أنا أفضل زعلام على طول أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أنتهج أي مدرسة وساعات نفسه وساعات يعني كمشجعين بيبقى عادي لنا فيه مشجع ستايل ومثلا أنا حقف عن جنب النادي على طول وكلام من ده وفيه مشجع بيفتقل للعيب وبيبقى زعلام اللعيب ده ستايل أنا نفسي إعلام ده برضو يبقى ليه ستايل أنا ببقى عارف اللعيب اللي بيغلط ده هل حيتوجه له ناخد لازع ولا الموضوع حيبر مرورة كرام لأ بيبصل إيه جماهيرية اللعب ولون التيشرت ومين بيدعامه لأ أنت قناقض يا عم قول لي برضو قناعاتك وقراءك ومدرستك الإعلامية بدون ما تدخني وراها مين بقى جماهير النادي ده والحاجات دي كده أنت بتوصل بنا للحتة اللي هو إيه الناس مش حاسة بالعدالة أنا فاكر أما أنا وقلت في قضية شكبالة أنه فيه جماهير من نادي الزمال بسبب الإقافة الظالمة لشكبالة متضايقين وطلعت مخترحات ده ما ينفع فأنت وصل الناس الإحساس منتخب مصر ما بيلعب المفروض كل جماهير الأندية بيبقى عندها الإحساس أنه ده منتخب بيمثل الكل حفظوا على الشعور ده عند كل جماهير الأندية حفظوا أنه ده المنتخب بيمثل كل الأندية ما تخليش أي جبهور لنادي حاسس أن المنتخب مش بتاعه أنت كإعلام مسؤول وخصوصا أن الإعلام ده مش يعني دايما أنا بقولها تاني أنا لو أنا حاطت يفطت نادي قدامي كده واقول أنا إعلام نادي بس محلك بخدر من من الإنحياز لنادي بتاعك ده خلينا أمر متفق عليه يعني تمام إنما لو أنا حاطت يفطى أنا إعلام ما عنديش انتماءات وأنا محايد أنا بحسبك على اللي أنت بتقوله على نفسك أنا مش بحسبك على القواعد أنا بحسب على القواعد اللي أنت ماتت دي يع على نفسك فخليك زي ما أنت بتتبع مؤسسة تدعو أن هي ملتزمة بكل الأندية وهي على مسافة واحدة من الجميع خليك على مسافه واحدة من الجميع خليفة هم طبعا يمكن يبعد يقولك ايه والله ده عصر غير العصر الحقيقة اتنين في نفس الشيفت لكن الحقيقة بصراحة عشان نكون واضح معكم دي مش اول سابقة جارت الوطن لها صوابة كتيرة جدا مع نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك واخبار فيك كتير جدا بدونشر وشائعات غير طبيعية ومن عصور سابقة بل وصل الموضوع في بعض الاحيان إلى تلميحات خارجة تجاه اللعبين وتجاه زوجاتهم وكلام كان بيتقال مش طبيعي والحقيقة للأسف إن الشخص اللي كان مسؤول في فترة من الفترات عن المنظومة بتاعة الكسمر هذه في جريدة الوطن بقى اتكافئ اتكافئ بقى في مكان أفضل كمان وكل الناس ما عندهش مشكلة معاه رغم أن توجهات الفترة دي بالذات كانت سيئة جدا وكانت مخجلة ولا طالق بمستوى الصحافة المصرية الموضوع مستمر والموضوع مشين وقبل ما تلوموا جماهير أنه أنت بتلوموا أقال لزمالك لوموا الناس دي وحق الزمال عليك مش بس أن أنت بقى تسيب الشخص ده أن يعضي تكلم كده حق الزمال عليك أن أنت تقوله غلط يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ظالما دي لما يكون هو غلط لازم تقوله أنت غلط في قشه عشان خاطر يحجم على الموضوع وعشان تشجع المنتج المحترم المحايد اللي ما بيغلبش مصالح الأندية ومصالح الأندية دي بقى قصة تانية خليفة أتكلم عليك تعال بقى حتة تانية كده بممناسبة يعني إحنا أتكلم إيه ننتقل بين الوطن إلى الوطنية وكمل جرائم ترتكب باسمك يا وطنية الوطن الذي ينظر إلي يعني فيه جراري من الوطن وده تشك في كلمة الوطن هو مقصود إيه بالوطن بالزبط يعني وطن بلون معين اللي ما تفهمش ننتقل بقى لمفهوم تاني اللي هو خاص بالوطنية دلوقتي يعني إيه حازين نحط برضو نقطة على الحروف تاني كل نادي من حقه فعلا يقاتل على إن هو يمتلك كل لعبيه في كل البطلات نقطة من أول السطر دي منطقة محسومة تمام؟ تمام عشان محدش يقول لو أنت مكانهم آه حقاتل إن العيبة بتاعتي تبقى معايا في كل بطولة أنا شارك فيها وكل مباراة لأن أنا كمصلحة النادي أكيد بتغلب ولكن دايما بنقف ما كل ده دون منتخب مصر وخصوصا لما منتخب مصر يروح بطولة مهمة زي كاس الأمم الأفريقية زي ما نقول تاني دي أهم بطولة بيلعب عليها المنتخب المصر يعني دايما منتخب مصر عنده هدف الفوز بكاس الأمم والوصول لكاس العالم دون هدفين أهم أهداف بيحققها اللاعب المصر في تاريخه بطول يعني اللاعب بيخرج كده بيحتزل يقول أنا عملت كذا في كاس الأمم وشاركت في كاس العالم ده فخر ايه أي لعب عندنا فأنت ما تجيش تحط بقى ايه النادي قبل المنتخب في الحتة دي بالذات منتخب مصر في حتة كاس الأمم والنقطة دي تمام انت قاتل انت قاتل زي ما انت عايز وحقك وكل حاجة بس ما ديجي تقاتل قاتل صح انت دلوقتي عندك مشكلة ما في مواعيد بطولة بينظمها الكاف وبينظمها الاتحاد الدولي بطولتين متعارضين الاتحاد المصري انت بتخطبه ليه وبتضغط عليه ليه الضغط الوحيد على الاتحاد المصري لا يملك الا منتخب مصر فانت لو ضغطت على الاتحاد المصري فانت كده بتضغط على جزئية لعيبة منتخب مصر فلو انت دي هدفك اتكلم فيه بوضوح ما تلفش والدور لو الهدف الاتحاد المصري يبعد رسائلك للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اعتقد الرسائل كلها بتوصل ومطالبات اي نادي بين لعبته والكلام ده كله بتوصل فالاتحاد المصري وخصوصا بقى ما يطلع رئيس الاتحاد يطلع في تصريح تلفزيوني ويقول لك إن شاء الله كذا ده تصريح تلفزيوني ما يجيش انت الرد تتعامل معنا ده قرار مجلس إدارة وخصوصا أن رئيس الاتحاد أحمد مجاهد ده مش هيبقى موجود بعد يوم خمس سانية سمعنا صوته أخيرا ما شاء الله آه ما شاء الله ورحش خلي بالك بقى الشكر إيه اللي هو إيه رح توجه له بيان شكر كده ويتعامل مع الموضوع كأن ده قرار مجلس إدارة وقرار جهاز فني اللي هو إحنا خلاص كابتن أحمد مجاهد قال كذا يبقى هو عارف إن شاء الله وتمام إحنا بلغنا المدير الفني إن هو جاي لعبته كلها تبقى معاه وكأن بقى بقى مطالب أي رئيس الاتحاد كرة جاي أو أي مدير فني جاي لو البطولة قمت في موعدها وحصل تضارب إن لا ده معاية تصريح أحمد مجاهد لأ تصريح أحمد مجاهد ده أشبه بأعطى من لا يملك لما الله يستحق أحمد مجاهد ليس مسؤولا أنه يدي نادي على حساب منتخب سياسة الأرض المحروك وبيحرق اللي وراءه ويسيبها الموضوع بسيط جدا النادي من حقه فعلا اللي عبته تلعب معاه يقاتل مع الكاف يقاتل مع الاتحاد الدولي لتغيير التضارب ده حقه مليون المية محدش يقدر يقولك حاجة اتحاد الكرة المصري ممكن دخل الوحيد إنه يرسل مداخلات إنما أكتر من كده ما تطلبش اتحاد الكرة المصري بحاجة لأن اتحاد الكرة المصري في قضية لنظمها الكاف في بطولة لنظمها الكاف وبطولة تانية لنظمها الفيفا غير مسؤول الحاجة الوحيدة المسؤول فيها هو منتخب مصري فمحدش يقدر ييجي على لعيبة منتخب مصري في حاجة زغيرة بأعايز أقولها أخيرا كده يعني هو دي حاجة مؤسفة أنا مش سعيد بيها خالص بس أتصور أن أنتو عرفنا حجم الكرة المصري أو حجم الكرة الإفريقية من العالم فأي إنجاز أو أي حاجة لازم تعرفه تحطه في حجم إنه مش العالم يتحدث عن مش عارف إيه العالم أو من أحد أشهر مش عارف إيه أو لما حد دي حق إنجاز معين في بطولة ولا بتاعي تحس إنه هو الدنيا مقلوبة بالعكس يعني البريمير ليك شغال ولا كذا عشان كسا عامل أنديه شغالي يبقى كذا نادي كذا أهم من البريمير ليج وكلام كتير كده بنسمعه كلام غريب بصراحة خريفة لكن في النهاية دي حاجة مؤسفة لكن لازم تعرف وضعك الطبيعي أو وضعك الحالي أو تقاتل عشان تبقى أحسن تقاتل عشان وضعك أفضل في كرة أفريقية أو نقاتل معك لو حتقاتل للجميع يعني نقاتل معك عشان الكافي بأولية وضع أفضل أو كرة مصرية لها وضع أفضل لكن لازم نعرف حجمنا في وسط الكرة العالمية بشكل عام مش لعب بقى حق إنجاز معين يبقى هو أحسن من ناس كتير معنى تقرير يا خريفة معنى تقرير هو بمناسبة برضو كاس مصر يعني المحدش برضو رد علينا فيه كاس مصر بقى إيه يا أحمد 79 تعالى الموقف عظيم ليه السنائي كابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق جعفر كابتن حسن شحاتة كان ليس من المقدرة اللي يعني إيه إنه هو تم عقابه بعقوبة طويلة جدا وقتها يعني فكان يعني مقدرة ليه إبعاده عن المشهد الأخير ولكن بإرادة الفريق ككل وإرادة نادي الزمالك كان هو برضو صاحب المشهد الأخير تعالى نشوف تقرير رتويت عن بطل المشهد الأخير وبعدين نروح للفقرة الفنية الخاصة بأمورات مصر وتونس في كاس العام للأسف لعيبة الزمالك والإيقافات الطويلة قصة أديمة شوية ومش بس أديمة دي متكررة كمان على قد أسوة القصص دي إلى إن واحدة منها ليها قصة تحول فيها الإيقاف لدافع موسم 78-79 الزمالك كان بيلعب مع الإسماعيلي قبل نهائي كاس مصر اللي كان من مطشين ذهاب وعودة الزمالك خسر مطش الذهاب عماد سليماني تقدم للإسماعيلي الزمالك طول الشوط الثاني ضاغط حسن شحاته بيسجل للزمالك هدفين بيتم إلغاءهم من حامل الراية حسن شحاته نجم الزمالك بيخرج عن شعوره وبينفعل على حامل الراية وبيتم طرده وبيتم إيقافه سنة كاملة الخبر اللي يمثل صدمة للفريق ككل بس من لحظة الصدمة بيتم خلق الدوافع الفريق بيرفض النهاية المرسومة لموسم الزمالك وإنه يبقى ضحية انحياز تحكيمي بيضيع الدوري والكاس ويقرر الفريق إنه يكتب مشهد نهاية تاني وبأديهم محمودة بورجيلا اللي كان أصغر مدير فن في مصر وقتها بيجيب من قطاع الناشئين مفاجئة تعويض مكان شحاته وهو الناشئ مجدي الشلبي والزمالك ومن قلب الإسماعيلية وفي تقلق لمجدي الشلبي بيحقق المفاجئة وبيكسب الإسماعيلي في الإسماعيلية 2-0 الطرف التاني للنهائي بيكون غزل المحلة أحد أهم القوى في الكرة المصرية في فترة السبعينات والتمانينات واللي كان وصل لنهاء الكاس بعدما أقصى الأهلي والمصري شوقي غريب نجم المحلة الصاعد وقتها بيعمل تصريح حراء في الجرائد فيكون الرد في الملعب بأن ملك النص فاروق جعفر ورفاقه بيسيطروا على الملعب بالطول والعرض والزمالك بيفوز بالتلاتة لقطة النهاية اللي رسمها لعبة الزمالك مع إيقاف شحاتة بتتعمل زي ما رسموها الزمالك بطل مصر في المشهد الأخير للموسم وفاروق جعفر كابتن الفريق بياخد حسن شحاتة من إيده علشان يستلم الكاس ويرفعه واستفرحة استحقها نجوم ولاعب الزمالك مش بس على الفنيات قد ما هي على روح تمثلت دايماً إن الزمالك رغم كل ظروف بينتصر مرجعنا لكم في فن وهندسة والفقرة الفنية اللي هنتكلم فيها عن مباراة مصر وتونس لكن قبل ما نتناقش في مباراة مصر وتونس حبنا ننوي على أننا هنتناقش عن منافس نادي الزمالك القادم في الدور العام المصري نادي المقاولين العرب في فقرة سكاوت تستنونا مع فقرة سكاوتك عشان نتناقش بحرية أكتر عن فريق المقاولين لكن نرجع تاني لمباراة مصر وتونس اللي كانت السيناريو بتاعها سخيف بصراحة وإن كان يا خليفة إحنا كان قبل اللقطة عمر الصراعي عطول في كرة سيفي جزيرة ضيعها كانت ممكن تخلص الماتش أول مش الكرة دي الواحدة فكرة تونس أكتر يعني كان فيه زي إيه جرس انزار كده جالنا كذا برّ بين كرات السابطة تونس�� تلعبها كذا مرة كذا مرة والعب التونس بتاخدها المساكنين في الشعط الأولاني الجزيري كذا كرة وحتى عندهم مساكن طلع خد أكتر من كرة منتصر الطلبي يعني فيه منتصر الطلبي طالع من أكتر الناس اللي حاولوا عجون في المباراة عشان كرات السابط كرات السابط فجالنا كذا انزار حتى الناس بدأت تكتب يعني ايه كان عفيف كتب في تويتر وأنا شفتها بعد المهن وانا كنت كتبت برضا على الفيسبوك ان عارف انت ان ربنا بيتسلم بس هو طريبا بقى يعني ايه ربنا سلم معنا لغاية لحظة ما عمر السولية تدخل بقى بيدنا لا بيد عمر فموضوع كرة السبت ده كان محتاج ان احنا نقف مظبوطة حسنا من كده بكتير طبعا طبعا يعني انت كنت بتتكلم في المقدمة انت عجبتيني قوي ان الموضوع خطأ لانها فيه ساعات انت الانجول بيبقى ايه اللعب مثلا بيمد رجله قوي قوي عشان كرة طويلة فبيحاول ينحقها قوي عشان راحل الخصم فكذا فده سعب ما بتلومش ساعات الانجول في الحالات اللي زي دي او حد شوية جامد تغبط غير اتجاهها دي ساعات انت درجة اللوم هنا بتبقى قل انما كرة انت واقف غلط دهرك لجون فطبيعي وشك الملعب بيقولك بقى في الحالات اللي زي يتبقى واصخ تمام ان انت تعرفت ردها يتسيب كتير جدا حصل في الكرات السابتة في المباراة طول المباراة انت بتتكلم عن الكرات السابتة فدائما افرود لعب بيبقى واعي شوية يعني مصطفى تحيب برضو كنفولية تتجنب بيعمل فاول وعندك برضو اكرم توفيق مثلا في فبارات الجزائر مباراة الشمال افريقيا انت بفترض ما تعملش فاولات يعني قد امجاد طبعا انا مش قصد يعني طبعا المبالغ فيها اصد الفاولات غير مبررة تقل كتير تجنبها تجنب على قد ما يقدر على قد ما تقدر ان انت تعمل فاولات ودي حتى انا دايما انا بقول حتى في مباراة الزمالك والحاجات اللي زي دي فيه عارف انت من عالم التنس الله يرحمه كان اللي ربنا في التنس كان شريف اه 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 تمام الله يرحمه يعني كان يقولك ايه اه فيه خطأ مبرر وفيه انفورسد ايرو فما تعملش انت الاخطاء الغير مبررة انا انا متفق ان انت دايما انت تتجنب دي ما تديش اخطاء مجا بس لو فيه خطأ برضو احننرجع لاي ما احننرجع بالنقش اخطاء اكيد اعرف فيه خطأ ميجر واضح كان من عمر سلال برضو مفيش تناكد يا جماعة لما النقش خطأ محدش بيقول ان هو مكان بيلعب بطولة سيئة يعني مفيش مفيش يعني مش عايز اكبر ماضي عموما كتير خلاص الخطأ حصل واحنن نقش حاجات كتير وحتى خلينا نحط برضو هو خطأ انا عايز اقول حاجة برضو يبطولت كاس العرب على اهميتها ولكنها متازال بطولة مش بالاهمية يعني ما تحطش تصفيات كاس العالم وكاس الامم يعني حاجة كده ممكن تاخد ممكن ندي تصفيات كاس العالم درجة زيالة شوية لسبب ان حمو بنروحش كتير ممكن لو ما نروح كتير حندي افضلها شميرف رح في الاخر نكاس الامم دول يعني دي الاهم احداث بعد كده بتي كاس العرب يعني زي ما نقول برضو هي حزس السبصولة مش بالأهمية الكبرى اللي احنا منتظرها وانا انتظر ان يمكن المصالحة تيجي فيما هو أهم لكن رغم انه تونس كانت أغلب فرصها من كرات السبت لكن هي كانت أكثر استحواز ما هي دي الفكرة انت ما سيطرتش عليك 60% تونس 40% مصر ما سددت شوالا تزديد في أول نص ساعة خليفة 60% 40% دي كانت بداية المباراة حتى بداية المباراة شو تلاهول كنت تلاقي تونس هجمة وضغطة انت ما بدأتش المباراة وانت عندك الفعل اللي بتحسس الناس ان انت نازل تكسب وفي المباراة دي الانطباع ده بيبقى مهم يعني انت تدي انطباع ان انت نازل تكسب ده بيبقى مهم العامل النفسية لك وللجمهور ولللعيبة بتبقى مهمة جدا بصة خليفة انا شايف ان احنا كان عندنا مشكلة واضحة انتخب مصر وبيعاني منها بقالو فترة لكن تعززت قوي في المبارا دي وبيتحسس ان الموضوع واضح جدا هو ان مصر احيانا عندناش لعيبة قدرة في لحظة ما تختار ان هي تغير التمبو بتاعش وتغير سرعة اللعب بتاع طول الوقت عملين تقدم بكورة بسرعة كورة داير كورة دايركت كتيرة جدا احمد حجازي بيطلع بكورة انت التمرير الوحيد اللي بطيئة اللي ما بين حجازي وفتوح قصدي ما بين حجازي والوينش غير كده اول ما بحد فيهم بيكرر ان هو يبدأ يتحرك لقدام خلاص كورة طويلة او اصلا بيكون حمدي فتحي سقط بينهم وفيه صحرة بقى صحرة ما بين حمدي فتحي او حجازي والوينش والباقي يعني كان السليا وزيزو متقدمين جدا لقدام ما فيش اي محاولة للربط في البلد اوب بتاعنا مش بس كده حتى لو كان السليا او زيزو كان ساعات بيسقطوا يستلموا الكورة زيزو والسليا ما عندهمش خصلت ان هم يتقالوا عالكورة شوية يهدوا اللعب يلف بالكورة يبلعيب ريخم كده على المنافسين هم مش قادر بتستخلص منه الكورة بسهولة يباصي كتير وهو يعني يباصي ويتحرك ياخد الكورة ويروح وييجي التحكب في التمو ده بيفرق كتير جدا لانه في بعض الاحيان انت بتحتاج ان انت لو حتى مش قادر ان انت توصل لمرمر الخصم حجمتك تطول شوية ما ينفعش كل هجماتنا عشرين خمسة عشرين سنة لما الدنيا يعني تبقى تقول حلو جدا فالنقطة دي انا فكرتني بايه بقى بمنتخب حسن شحاته طبعا مع فارق طبعا الجودة بتاع تلابين ده شيء نازم نكر بيه لكن حتى وهم كانوا اقل في بعض الاحيان من منافسهم يعني انا قدام كوتيف وار لو قارنت كده مع ناصر ممكن تلاقي كوتيف وار كانت اعلى وانتخبات كتيرة ممكن كانت تبقى اعلى منك لحد ما اه يعني انا اصد لو حتى حد قال لا ده هم احنا اقوى انه وي يعني في بعض الاوقات اللعيبة الافارقة بدانين اقوى جدا واللعيبة برضو شمال افريقيا بدانين اقوى جدا عندهم اندفعات قوية لو انت بتلهم الفرصة ان انت تنطحهم في النقطة دي انت هتخسر ده اكيد فانت المفترض بتعمل ايه هدى اللعب زهق اللعيبة قدامك فيه يعني اه 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 واستنى الغلطة اللي بتيجي دايما بالزبط يعني المدرب البارسا والريال بتيس اللي هو كان كيكي سيتيان صحيح ان هو يعني كان قصة ليه قصة طبعما كان هو كان مدرب برضو ليه افكار كويسة كان يقولك ايه اللعيبة دي انشأت على ان هي مش تجري ورا كورة اللعبة تلعب ورا كورة فلما بتزهقها بتخرج احيانا عن تركيزها احيانا اللعيبة اللعيب البدني ده اللي هو شايف ان قدراته مش قادر يستغلها ان هو يخش معك في التحامات وكذا فلما بتزهقها احنا كنا مع منتخب حسن شحاتها كنا بنوصلهم لان يزهقوا اول مبدأ يفكده تركيزه تهجم انت بقى التحكم في النصق ده شيء مهم جدا ولا يقدر بسمن زي ما بيقوله كده احنا ما كانش انا شفت ان ما عندناش لعب ده حتى اللاعب اللي كان عندي امل فيه شوية انه يعمل القصة دي اللي هو افشة افشة برضو لا واضح انه بدأت اتأكد يعني رغم ان انا دايما بقول ان افشة لعيب كويس جدا دايركت اوى عن الجون زيادة عن اللزوم دايما بيفكر ازاي طور الهجمة بسرعة لا ممكن احيانا ممكن تختار ان ان انت تهدأ اللاعب الوحيد دلوقتي اللي انا شايفه بعد ما شفت افشة بعد ما شفت السلاية اللي هو اقدم بطولة جيدة لكن النقطة دي تغيب عنه تماما في رأيي هو عبدالله السعيد عبدالله السعيد اللاعب الوحيد اللي في مصر اللي ممكن ساعتنا نفسه ده لعيب بطيء ولاعيب كذا والناس كانت زعب بتغضب من احمد حسن كابتان احمد حسن اه احمد حسن كان فيه بعض الاحيان بيبالغ في ان هو يؤخر الهجمة ده موافق عليه ويحتفظ بكرة زيادة لكن كان عنده الخصة دي كويسة جدا حسن عبدالربي ورده كان عندي يقدر يستحمل ضغط كبير جدا عليه ويقدر يلف بالكرة ويباصل زميله ويتحرك لهم عشان الخاطر يطول زمن الكرة في رجلك القصة دي انا شفت احنا افتقدناه خالص فالقصة دي لازم احنا في بعض الاحيان نفكر فيها للجاي اعتقد كروش مفترض يستفيد من اللي جاي في النقطة دي خليل نبص بقى بمناسبة السيطرة عموما بشكل عام نبص ان انت ايه انت قلت دلوقتي ايه الكرة ما كانش معانه ده كان واضح انت يعني الشوت الاول ثمن ضربات ركنية لتونس وضربة ركنية واحدة لمصر مصر اناهت المباراة بعشرة ضربات ركنية لتونس وضربة ركنية واحدة لمصر ده الاستحواز مفيش ربع ساعة واحدة غير نهاية المباراة نهاية ربع ساعة الاول اه بالزبط لا الربع ساعة الاول اخر ربع ساعة في الشوت الاول واول ربع ساعة في الشوت التاني وبعد كده الاستحواز مع تونس اغلب الوقت ده ده دي فكرة اللي انت بتتكلم فيها احمد ان انت مش مسيطر على المباراة اه تونس ما جات لاش الفرص الكتير بس انت طول ما انت بخلي الكرة معاه هو دايما هو اللي بيمثل عليك خطورة هو اللي ممكن يسجل بالزبط نص ساعة يعني افل نص ساعة مفترض انت الفرقتين مش قادرين توسع المساعات هي دي النقطة نيجي بقى لحتة تانية انا عايز اتكلم فيها بردو شوية ما انت من ضمن الحلول عندك من انت من عندك ظهرين الطرف يعني انت حتسجل ازاي ظهرين الطرف لازم يبقى ليهم مهمة هجومية وبيساهموا في الهجوم تعال نبص بسلا ناحية اليمين دي 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 لقى تنمس عموان برضو قبل ما ننتقل لظهرين الطرف دي المحاولات هتلاقي برضو ان هي المحاولات ميلة لتونس بشكل كبير طبع انت فهم؟ يعني هي دي كل محاولات تونس اه يعني محاولات مصر ولا تونس دي؟ اعتقد محاولات مصر دي محاولات مصر كلها يعني اول 30 ديه نفيش فالح هي اول 30 ديه دي اول محاولة اول محاولة كاتلينة اللي هي شوطة حجازي اللي هو تحيس النار دي الوحي لا ده هنا كاتل زرقه وحيدة انتار وهنا دي كاتل محاولتين اللي هو مفروض كرة اللي راح التسلل والعرضية بتاع زيزو اه ما هي فاش تسللل بالاعادة ما كانتش تسللل لانها خبطت تاني في قفش فلاحظة زيزو ما كانش يعني لو ستجلها مروان من اول لمسك هبديت جوب مصر دي ما تقفش بس انا قصدي انت قدت اول نص ساعة بيدي الافضلية كاملة لتونس فهادي المشكلة ما فيش لحظة فيها اي زخم انت ثلاث تزديدات على المرمى ما فيش لحظة انت سيطرت فيها كنت مقرب قوي انت كل الفرص اللي جات لنا كانت من اخطاء فردية منتخة تونس بصراحة يعني في ذات الفرص اللي في الشوت التاني كرة مصطفى فاتحي دي مثلا حنيجي بقى اتكلم الحطة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها تاني الاداء اللي هو الهجوم بتاع باكيت الطرف يعني انت دايما باك الطرف عندك بيبقى ليه ايه انت مش كل المباريات باك الطرف لازم يكون ملتزم بواقبط دفاع 100% اكرم في مباريات اثبت ان هو ينفع ليه اللي هو يصلح ليه راجل دفاعية معقول مش احمد فتح في عزه ولكن دفاعيان بيقدي بشكل معقول وخصصا المركز ده في مصر وهوش بدال ظهر قوي ولكن هجوميا فيه معاناة كبيرة ده مفيش تعال ان بص مثلا طول المباراة بتاعي ده دي لمسات دي لمسات اكرم في مباراة مصر وتونس هتلاقي هنا مفيش من اول منطقة قصاد منطقة الجزاء مفيش وحاجات كلها بصيلة ممكن تكون لمسات قوي انت متفتكلوش اي حاجة يعني لو قارنطا تعال بس على لمسات فتوح الرغم ان برضو فتوح يا خليفة برضو انا عايز اوضح حاجة يا جماعة اكرم بيقدي مع عليه قدر الامكان في حدود انه هو ده مش مركز لكن اكرم لما بيلعب عليه لاعب مميز هجوميا بيفر معي يعني انا مش عارق استغربت الناس بتتكلم عاب ليلي حتى في مباراة المحلة كان بولو مفوافي لاعب شوية واسمو ايه اللي هو عبدو يحية كنت شايف اشيادة بحاجة انا مش شايفها شايف لاعب واخد اكرم اكذا مرة رايح جاي لعيب مميز جناح فاكرم حتى هو اكرم عنده فعلا الرجولة وعنده القتالية ورنكده برضو بيكلفوا انذارات كتيرة لكن في نفس الوقت لا اكرم حتى عنده تحفظ دفاع في رأي المتواضع دي لمسات فتوح هي مشكلتنا ما عندناش شبكات كتير يمين لمسات فتوح هنا هتلاقي فيه ايه بقى هنا يعني دي ممكن تقول ان فيه نية هنا نية هنا هجومية فيه لمسات جواه لما سات في حدود منطات الجزائي يعني بص على قصاد البوكس كده في الناحية وروح شمال هتلاقي فينا وصول بيطلع زميله بيوصل حاجة زي كده لا فما ينفعش ظهير طرف طول المباراة لو تاخد بالك بقى يعني ايه بنت اوي في الارقام تعال نبص كده العرضيات هي عرضية واحدة من فتوح وعرضية واحدة من اكرم واللي اتنين ما وصلوش للفرو ده في مباراة تونس ولكن طول البطولة يعني فيه ثلاث مبارايات لعبها اكرم انت وفيه سبع عرضيات طول المباراة طول البطولة يعني طول البطولة دي هنا مباراة تونس اللي هو افتقرنا افتقرنا فيها للمساندة الكويسة من الاطراف تمام وعادا نادر يعني مفيش ده عرضية ومش مزبوطة وهنا عرضية ومش مزبوطة رغم ان انت كان عندك مثلا تونس كابت هاجم كتير ضغطة جدا انا انا احمد فتوح بصراع كان شايل الموضوع انا مساعد فيه ناس بيتبرر ايه لأكرم اقول لك محدش بيسندو مثلا في مرات المحل قال لك افشا مش بيسندو لا فتوح تلعب عليه ملاعب واثنين وقدر يقف قدامه بقدر لحد كبير خليفة انا برضو بأكد عن نقطة دي معلش على المقاطعة انه احيانا ممكن فتوح ما هجمش لانك قم تغوط دفاعيا انت كان الفرصة عندك تطلع وان كان ده برضو برضو ممكن يكون تعليمات مدارية بقصة هنا بقى جيلة اللي انا كنت عايز اقوله ان ثلاث مباريات سبع عرضيات هنا العدد قليل اوي سبع عرضيات مفيش ولا عرضية وصلت للمنافس فتوح 17 تمام؟ يعني برغم ان حتى يعني فتوح العيب كويس جدا ممكن نقطة العرضيات مش احسن حاجة عند فتوحية دي النقطة الوحيدة اللي عايز يشتغل عليها بس اللي انا اصدي هنا وصل ثلاثة للمهاجمين انت هنا بتوصل المهاجم وفتوح تسبب في ضرب الجزاء فالقصد هنا لأ منطقب مصر بيحتاج دايما باكل يمين وباكل الشمال انه يبقى ليهم اسهام هجومي انا مش بلعب منزوع الاطراف يعني انت الموضوع بيصعب علي فالفكرة كده ان احنا عايزين نقول بقى ايه لو تاخد بص تاني على موضوع باكل الاطراف ان مصر يتحتاج يعني ايه اقرب اثبت ان هو يصلح للمبارات مبارات لا فيه اوقات انت بتبقى عايز تنزل وتهاجم وتكسب لا لازم كيروش يدور على من يصلح لقادة الجابهة اليمنى فيه اوقات انا عبقى مثلا محتاج ازود هجومي وصلاح بيخش للجنب وانا مهربوا لقلب الملعب وانا محتاج باك يفتح لي الملعب هل ممكن ياخد عمر كمان عبد الراحة فرصة اكبر او زيزو بالزبط انا ممكن زيزو ممكن يكون مناسب جدا في وجود محمد صلاح ان يقود الجابهة اليمنى عشان يعني تكتسب العرضيات السليمة اللي بيقابها زيزو دي في وجود كمان صلاح اللي انت ممكن تهربه وتزوده كمهاجم زيادة يعني انت فاهم فيه اوقات مش كل مباراة فيه اوقات مباراة تانية انت هتحب تحرر صلاح وتحطه ورا باك يمين يدافع ممكن اكرم بما ان برضو السحة مفيهاش باك يمين قوي او دفاعيا فممكن يبقى اكرم كويس بس منتخب مصر يحتاج حد تاني بكل عيب كورة كويس كمان عن كده بكتير فاهم كباك يمين يعني بالمناسبة استخدام البكات ده يا خليفة كنا منتخب حسن شاهد استخدام البكات دايما كان في السيطرة فاتحي وسيد معوض لكن بخصوص السيطرة بقى ناحية تانية منتخب تونس كان عنده لعب بيسيطرة على اللعبة بشكل كبير جدا انه هو في رجانيس اسي رجانيس عمل 57 تمرير صح بجانبه لعب يعني فتاك غيلان الشعلاني عمل 19 استخلاص للكورة بقى ما بين انترسبشن او تاكل او تاكل او تاكل 19 دي يعني اكتر مجتمع من السولية وحمدي فاتحي مع بعض الاثنين مع بعض عملوا 15 استخلاص للكورة غيلان لوحده عمل 19 يعني بص هنا غيلاني كام لوحده 19 ما بين تاكل وانترسبشن وبين لو حنيجى بقى يعني ده لعيب خط النص بتاع تونس لوحده عمل 19 يعني 19 المرة كسب الكورة لفريق تونس هات بقى هنا الناحية تانية هتلاقي عندك بقى نبص الناحية التانية حمدي فاتحي السولية مجتمعين الاثنين مع بعض مجمعهم 15 يعني ان يجي بقى المنتخب مصر هنا يعني هنا الاستخلاص بيجي من ورا احنا بنجسى بالكورة في مراتها متأخرة ما بنجسى تحاشف النص هنا بقى يعني بص حجازي الرباع الدفاع ما بينهم زيزو بس الاستخلاص كتير حجازي وبالفتوح واكرم دي هنا مفيه مشكلة انت بتطع كورة فين يعني الرباع الدفاع ما بينهم بس زيزو انت بتستخلص كورة فين انت بتستخلص الكورة فين تمام؟ حمدي حمدي والسولية سوا يعني عاملين 15 اقل من غلال لوحده فده نتج يعني ايه انت بتسترجع الكورة عند منطقة جزائق متأخاش بدري مزبوط احنا بقى وركزت على الحاجة في موضوع اساسي ده خليفة موضوع التمريرات بس مش بس تمريرات اساسي كنتم لا تقاس بالتمريرات بس ولا بالارقام كنتم في اللي انا بقول لكم عن التحكم في التنبو ناس كتير قاوكب طاعة تقارن اساسي بلعبين في الدور المصري لا ساسي كان مستوى مختلف لانه فعلا بتحكم في التنبو بشكل كويس جدا وبيدي السيطرة للمنافسي شوف تمريراته عامل ازاي بقى شوف خارجة تمريراته كل مكان في الملعب تاريبين موجود ساسي بيباصي في كل مكان بص على الجانب الايسر مركز على الجانب الايسر لحد كبير التمريرات قليلة جدا خاطئة خمس تمريرات خاطئة بس والباقي كله في كل مكان في الملعب تاريبين كان ساسي موجود لعب تييل طبعا ولعب كبير هنا بقى في النص اللي قدام يعني كم تمريرة منقولة في النص اللي قدام مش للخلف انت بتتكلم مثلا وخصصا في المناطق اللي هي حوالين منطقة الجزاء وجوه منطقة الجزاء بتتكلم مثلا على اللاعب قدر اثنين ثلاثة خمسة هنا سبعة تسع عشر تمريرات في حدود منطقة الجزاء تاريب بيوصل لك بيوصل لعبته للمنطقة دي وهنا تسعة كمان يعني التلت الاخير فيه كور كتير يعني هو بيوزع للتلت الاخير هو انت خسرت ازاي فريق قادر يحطك ورايب منطقت جزاءه وفريق تاني احنا مش عارفين نوصل لده ده زعان شوية من مستوى افشل لانا كنت منتظر افضل من كده افشل عودته ولمباراة اللي فتت كانت فيه اصابة وكده وعودته من مصابة لكن المباراة دي كنت منتظر افضل من كده وان كنت انا رأيي ان ما كانش يطلع من الملعب برد يستمر انا كنت محتاج افشل في بعض اللحظات في المباراة في شوت التاني ان انا شوف نلاعب كان عندي امل يستمر مهون انت ما عندكش افضل منه بره مفيش عبدالله السعيد بره اوكي فانا برضو ليه اتحفظ شوية على التغيير ده خريفة تعال نروح بقى واجهة اللي وجه ونتخانق تعال نروح بقى واجهة اللي وجه وفق ايه خنايتنا هتبقى على ايه احنا دلوقتي كان سؤالنا هيبقى على ايه السبب الرئيسي لخروج منتخم مصر من كاس العرب ما بين الادارة الفنية المباراة يعني هل كان في الامكان بنفس اللعيبة دي افضل من مكان ولا عدم ان اللعيبة النفسها مكانش في افضل مستوياتها نروح لفاصل ونرجع على خنايتنا وعطى في واجهة اللي وجه بعد الفاصل موسيقى رجلناك تاني بفن وهندسة ودلوقتي فقرة وجه اللي وجه اللي حنتناقش فيها عن السبب الرئيسي لخروج منتخم مصر من كاس العرب السؤال كان عن انت شايف السبب الرئيسي الادارة الفنية نفسها اثناء المباراة هل كان في الامكان بنفس اللعبين دول في غياب محمد صلاح وبنفس العناصر دي نقدم مباراة افضل قدام تونس بنفس اللعيبة ولا اللعيبة نفسها مكتش في افضل مستوياتها وكيروش مش شايل اللي لم يعني اللي شؤال كان نبص على النتيجة اللي استفتاع الاول قبل ما نروح نتناقش انا وعطى كده عن الفكرتين ما شاء الله يعني الادارة الفنية المباراة 81% ويتراجع مستوى اللاعبين 19% مرزق عطى دايما بص هو احنا انا حب بس واحنا منتناقش في الموضوع ده بالذات يبقى مش موضوع احنا متكلم على ايه كبش فدى يعني في النهاية احنا منتناقش فنيا منتناقش في مدرب انا شايف ان هو كان ليه خطوات كويسة جدا في خلال البطولة دي وفي تطور كويس جدا على سبيل حاجات كتيرة في فكرة اختيار اللعيبة بالكفاءة مش اكتر من كده مش باسم اللاعب ولا اسم نادي ولا هذي الامور ده شيء في النهاية يحسب لكارلوس كيروش لكن واحنا منتناقش المدرب برضو لا يحدش ينسبها بسبب النتيجة لا انت من قبل ما يدخل فيك المرمى انا لسه ايه لك انه كرة ازاي بتاعت سيف الجزيرة دي كانت ممكن تدخل فاحنا ما بنقسش بالنتيجة منقبلها كان في بعض تحفظاتها على بعض النقاط حتى وانت بتتكلم على مستوى اللاعبين او جودة اللاعبين حتى انت كان عندك كمدرب بفرصة ان انت تحسم من مستوى اللاعبين او تغير من يعني تغير من اللاعبين او تغير من مراكز اللاعبين او واحد زي محمد شريف يعني الرجل قاعد بطول البطول ما يلعب جنيه ومش نافي وصير برضو يلعب جنيه طيب محمد شريف انا في رأيه احسن من مرور الحمدي طيب ما يلعب يلعب مهاجم وكل مرة بتجربه صحيح ما بيدمش اكت افضل كتير من مرور الحمدي عشان اكون مكرر معاه لكن أفضل برضو أنا في رأيه هو كان لعب أفضل من مرور الحمد طيب ما تلعبه أخي راس حرب طيب واحد زي أحمد ريف عادي أخد فرصة طيب يعني في مراكز طيب عمر عبد الواحد قدم مستوى جهة طيب ما تكمل به إيه اللي هيحصل يعني لو قارنت بين المستوى في المباراة اللي هو لعبها أمام الأردن لأ كان ممكن يكمل مباراة الأردن بعد مباراة الأردن ممكن كان ما كانتش بالسوق ده فأنا بشوف أنه أحيانا رمي الموضوع على أنه ما فيش قماشة والقصص دي بساعات بيبقى مبالغ فيه أوكي أنا فاهم أن الناس ساعات بتخشى أنها تنتقد المدرب في مرحلة انتقالية في مرحلة ما قبل المرحلة المهمة فعلا على اعتبار ما حدش يقول أنتوا تستعجلوا النتائج لكن إحنا وإحنا متكلم فنين بس ومع دايما إيه أبستراكت كده مع التأكيد على أنه إحنا بنتكلم على المباراة مش بنتكلم على المسيرة ولا بنتكلم على قادم ولا الراجل ده خرب الدنيا ولا حاجة إحنا بنتكلم على إدارة فنينة وراء لا كان فيه بعض التعديلات كانت محتاجة تحسب صراحة في المباراة تمام أنا بالنسبة لي أنا شايف أن القماشة اللي كانت موجودة معاه الوصول بيها القابل النهائي متناسب مع إمكانيات المجموع اللي تم اختيارها من قبل كارلس كيروش فكرة أن كان فيه اختيارات أفضل في القاهرة ما سافرتش أنا أعتقد في الزل غياب لعبة بيرامدز ولعيب يعني ما فيش أعتقد حد مميز أوه في المصر في الزل غيابة لعبة بيرامدز اللي كانت تراري فكون البطولة برضو في النهاية مش كاس أمو يعني بطولة ودية فبالظل افتقاد الفريق للعيب زي عبدالله السعيد يمكن اللعب الوحيد اللي أنا أشايف أنه تم استبعاد وكان يعني ممكن يدي مستوى أفضل كان طريق حامد ولكن أنا شايف برضو تاني أن اللعبة اللي كانت مع كارلس كيروش هو توصل سيمي فاينل ده دي القماشة بتاعة الفريق ده ليه بعد أقول كده يعني أنت تتكلم عن حاجة جميلة أو أنت أو أنت بتتكلم في افتخاذ النسق افتخاذ الإبداع الحاجات دي هي العناصر دي ده المستوى اللي بيقدمه دايما يعني إحنا نفكر إحنا في الفقرة الفنية جبنا خريطة لمسات فرجاني وتمريرات وحاجة زي كده تعالى نبص مثلا يعني على ما يضعي في منتخب مصر تعالى وريك اللمسات عمر السلية في نفس المباراة تمام يعني أنت لو تفتكر كان فرجاني عامل هنا تسعة وهنا عشر كرات في التلت الأخير هي كرة واحدة أصلي كرة كرة واحدة واثنين غلط أنت فاهم أنت بتتكلم يعني طب هل في مثلا عناصر أفضل من السلية في الدول المصري أنا مش بشوف برضى عناصر أفضل قوي من السلية يعني لو كنا بنتكلم مثلا في وجود طارق بطارق والسلية يعني اللي أنا أعزي أنها دي القماشة يعني بص يعني الناس بص شوية كده على الخريطة بتاعة التمريرات آه يعني هم كلهم 25 باص أصلي يعني فرجاني عملت ضعف آه يعني عارف كل التمريرات دي كلها كده على بعضها 25 باص سليم من 36 تمرير فرجاني عملت أكتر من الضعف 57 تمرير ومش حتى العدد بس يعني 57 تمرير من 62 يعني فقدانوا الكرة خمس مرات بس مش بس العدد بص هنا النوعية كمان هنا في التلت الأخير فأنا بكلمك على كواليتي لعيبة بتفرق تمام يعني إدارة كارلس كيروش هو كان فيها جزء كبير منها اكتشاف لعبين يساعدوه في يعني الناس برضو مثلا مثلا يعني محمد شريف الجزئية دي تمام أنا شايف أصلا أنه هو بيجرب خصوصا في التلت يعني ممكن خط الدفاع وأجزاء من خط النص دي ممكن نقول إن دي لعبة ممكن هتلعب معاه بس خصوصا في التلت الأمامي هو بيجرب لعبين عشان ظروف محتملة مش موجودة يعني مثلا مثلا احنا خلينا نحط إن مصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيجين ومحمد صلاح دول أربعة فيه تلاتة بينهم حيلعبهم تمام فالليحنا عاديين نتكلم فيهم كلهم مروان حمدي وإحمد رفعت ومحمد شريف والكلام ده غالبا غالبا كده احتياط يا مستبع احتياط يا مستبع هو بيكتشف لهم مكان في الخطة بتاعته لما مثلا افرد عمر مرموش ولا تريزيجي مش جاهزين محمد صلاحة بيستعين بيه في مركز تاني فعشان كده كان فيه إصرار مثلا نجرب زيزو كتير مثلا أكتر من مرة في الشمال عشان الناحية اليمين هو عارف إن فيها صلاح فعايز يجرب ده عايز يجرب شريف في حتة الجناح الفرودي التاني عشان كذا أنا بشوف دي كده يعني هو خدها تجارب والأماشة دي ما تسمحش في التجارب بأحسن من كده بكتير هو ما فيش يعني برضو الناس إحنا مثلا كانت مشكلتنا في تونس صناعة فرص قليلة جدا مين اللعب اللي كان موجود في القاهرة تفتكروا كده قادر على صناعة فرص وتشكيل خطورة على المرمى ما سافرش يعني أنا شخصي لا لا مش لازم لعب يكون في القاهرة يا خليفة واحد زي أحمد رفعت أو اللي ابقاء شوية على الأفشة في رأيي كان في الشوت التاني شوية يعني أفشة تونس الشوت الأولين عام 16 تنبير أنت عايزه يكمل أكثر من تنبير لا مش ده أحيانا أنت ده أنت راجل يا طي اللي دايما بتكلمني عن النقطة دي اللعيب اللي هو أنت واسق أنه عنده قدرة معينة أنه يغير في بعض الأحيان حلو آه ماشي هو ما يسقش فيه أنا بقى رأيي أنه هو مفترض يسق فيه لأنه هو لعب من هو لعب جيد لعب من نقول لعب جيد في الدورة أيوة أنت منتظر حلو أنت لما أكون أنا منتظر منه بقى أنه يغير المفترض أنه أنا فاهم أنه هو ماشي واسق فيه وده برضو نوع من الاختلاق هو ده الخلاف عشانا بتكلم على إدارة المباراة لا أفشة كان يكمل أنا أظن أنه هو أفشة نفسه عنده هو حطت عليكو الشمار بدليل أنه هو استبعده في الأول وبدليل تاني هو مش بيدي له كتير يعني أنا أصد إيه أنت فاهم اللي أنا عايز أقوله أنه هو مجاش في العيب هو شديد الإختناع به تمام بالمناسبة قبل ما نخطب موضوع وجه الواجه عايز أتكلم عن ناطين صغرين واحدة دفاع على مصطفى فتحي الكورة ودي ممكن حطها وجه الواجه لأننا عافل تغالباً رأيك مختلف عني الكورة بتاعته مع مروان حمدي أنا رأيي أن مصطفى فتحي اللي كان الشوت الكورة أولاً مروان حمدي لسه مضيع كورة في الشوت الأول مروان حمدي هو رايح على الكورة أصلاً عمال يتمرجح كده فتوازن جسمه ومش أفضل شيء قدام اللعيب أولاً ما تبسطلوش الكورة من الأول يعني ما مفتك من يبسطه وثالين هو واقف صح وخلاص حاجي الكورة على العدلة حيشوت فهو مروان حمدي من النور كمان بيندفع على اللعبين بشكل يعني مبالغ فيها أنا بشوف اللقطة دي كتير لما الكورة تكون معاه مش مستوع من ممكن نزميديو خلاص هيخد منك الكورة ويكمل المسير لا أنا مكمل ما أكمل بالكورة فدي نقطة أما النقطة التانية طيب أنا أقول فيها حالة علي له أنا شايف دايما اللعب اللي بيبقى جايب وشه 100% هو دايماً تساب له الكورة يعني إنت هونت رايح بيوشك مليون المية زي مروان جاي من وره هو أفضل من اللعب بيبقى واقف وبيعمل ترنب بيسم ووشه بس هو بيجري ومش مستوعب وضع إيه تتجون فيه أنا خلاص يعني مش هختلف فيها أنا دايماً بشوف اللعب اللي بيبقى جايب وشه من وضع حركة هو خلاص راكب كورت ويشوت هو طبعاً فيه خطأ إنه من أول لحظة كم مروان يمر بس أنا أظن تلاهما هو كامل وصل لمصطفى كده هو اللي بيجاي بوشه وكذا هو اللي أفضل يشوت تمام أما النقطة التانية بقى فعشان برضو الناس تبقى فهمنا صح وإحنا بنتكلم على في المقدمة فهي رسالة صورة كده عايزة أوريها لجريد الوطن دي الحاجة اللي إنت مفترض تنزلها قد ما تحطيلي مرة ووجه كلمة عشان تشتم المصطفى فاتحي أو ساند بسيق عمر السلية يعني مبين هذا وبين تعال نشوف الصورة دي كده مع بعض ونعرف إن الصورة دي هي المطلوبة أصلاً مع المنتخب زيزو بيساند عمر السلية أوكي لا الزمنة جوه المنتخب مفترض بدل التيتيوب بتاع الإعلام المحايد مفترض على الفكرة في الباقي كله حتى كل اللي تخلق موضوع متخب بلعب خلاص فأنا شايف آه في خطأ حصل الزميل بيساند مش نوجه كلمة والكلام السخيف اللي شفناه في البوستات الغريبة اللي بتتحط دي ونرجع نقول تاني الجمهير هي اللي بتقلب أهل وزمالك رغم أن بعض الإعلام مش كل الإعلام طبعاً بيقلبها وبعض الجمهير اللي بتتهم بالناس تقلب أهل وزمالك هم أول ناس بيقلبوها أهل وزمالك احنا خلصنا واجهة اللي واجهة بعد في النهاية الحالة هنشوف طبعاً النسبة ولا تعال نشوف النسبة الأول تاني خيالة في الآخر في الآخر صحيح بمجرد 19 دي تبقى 20 كده طبعاً في واحد في المية كده لكن دلوقتي بقى احنا هنروح لتقرير جميل أنا بحبه بصراحة لأنه عن شخص يعني هو أصلاً شخص يتحبب من أول لحظة ابتسامته وإنجازاته وكل شيء متعلق بيه حاجة جميلة جداً يزداد بقى لهذه السعادة لو انفتكر أستاذ عمر بطيش كان بيقول استاذ فامي عمر حبه أكتر لحالة الفنزوكية فأنت بتزداد سعادة كمان وبتتسم رغماً عنك لما تعرف أن دكتور مجدي يعقوب زملكاوي طريقة في اللقاء اللي بتكلم فيه الزمالك الزمالك دي عجبتني يعني مش بس بتحسن هو بقيلها فخر كده هو سعيد فإحنا اصددنا فخراً بأن دكتور مجدي يعقوب زملكاوي اصددنا حباً لي تعال نشوف كده تقرير الزمالك حكاية ناس مع دكتور مجدي يعقوب طبيب القلوب للقلب خفقة واحدة في حياته وبعدها تتساوى كل الخفقات هكذا يخبرنا الكاتب السعودي عبدو خال في واحدة من أجمل اقتباساته وفي حياة الزمالكاوية بتكون دايماً خفقة القلب الأولى في تشجيع الأندية بتخص الزمالك وبتفضل مع أي زمالكاوي مهما على شأنه حتى ولو بقى سير النهاردة بنحكي عن زمالكاوي معا لقب سير سير رسمي اللي هو لقب واخده من ملكة انجلترا مش سير من بتوع الإيميلات دير سير ده غير لقب فخر بريطانيا اللي اتشرفت بريطانيا بمنح اللقب ده في 2007 بعد مسيرة طويلة من العطاء للإنسانية في كل مكان السير مجدي يعقوب ملك القلوب كما يلقب في انجلترا وفي كل مكان في العالم مر عليه بمشارط الرحمة اللي في ايده اللي اعتادت تصلح وتعطي أمل وحياة جديدة لمن أتعبتهم قلوبهم اللي كان لبلده لأم مصر النصيب الأكبر من اهتمامه ورعايته علشان يختارها للاستقرار ومساعدة أطفالها بمؤسسته العظيمة في أسوانه أنا مش محتاج أحكي لك عن مجدي يعقوب ولا البرنامج يتسع اللي ما كانتو لأنك عارف كويس إنك كمصري بتحب ترفع راسك وتقول إن بلدك أخرجت للإنسانية شخصيات عظيمة زي مجدي يعقوب بس في ناس بنبقى مهتمين جدا إننا نعرف جماهرنا إنهم بيشاركونا نفس الانتماء أما في حالة السير مجدي يعقوب فإحنا بنحس إننا محتاجين نقول للعالم كله اللي بيعرفه ويحترمه إننا بنشارك هذا الشخص العظيم نفس الانتماء لنفس النادي آه السير مجدي يعقوب شخصيا بيحب اللي بنحبه واختار بقراته اللي إحنا طول عمرنا بنختاره ورجعنا لكم فن وهندسة والفقرة الأخيرة من برنامجنا وهي الفقرة سكاوتينج واللي حنركوا فيها الدوء على منافس نادي الزمالك الخاضم الدورة دا جاء مريب بس نرجع شوية زغري يوم الثلاث الزمالك يوم الثلاث ويوم السبت بعدها وخلاص نرجع تاني ننام عشان المنتخب الوطني وارتباطاته في كاس المؤافرقية اللي محدش عارك حتقام ولا لا بس يعني حتى الآن حتى إشعار آخر كاس المؤافرقية موجودة فنادي مقولين خليفة قبل ما نتكلم عنه نادي مقولين عايزة نتكلم عن لعيبة موجودة في كاس العرب حتيلع مباراة الثلاث ورابع اللي هي على حسب وصف ناس كتيرين أسوأ مباراة في كورتقام مباراة تحزن كتير أو ملاش قيمة ممكن كون المنافسة بين مصر وقطر ودي برضو بتدي زخم للمباراة وخصوصا أن قطر البادل مستضيف وطبعا الجماهير المصري الموجودة في قطر حيهمها أن المنتخب مصر يكسب فده حيخلي الماتش سخر فانعكاسه على الزمالك أن في عدد من اللعيبة حتلعب مباراة سبت وترجع تاني تلعب مع الزمالك الثلاث وفي عندنا لعب سيف الدين الجزيري حيلعب فاينال السبت يعني برضو فترة راحة قليلة جدا أنت بتتكلم مثلا بفريق حيلعب فاينال السبت ومسلوسي مشغول مع المنتخب التونسي برضو ومش دوري حيلعب هو موجود هناك بس كان فيه كورونا بس هو المفروض تعافى من الكورونا صح افتكرت تمام مش عارف أنا الظروف أنه يلعب النهاية أو لأ بس الفكرة بشكل عام أن في لعبة في الزمالك بمنح نتكلم عن ماتش المقاولين اللي هتلعب يوم الثلاث في لعبة من الزمالك هتلعب بباراة السبت بباراة همة اللي هم ممكن الوينش فتوح بشكل كبير احتمال زيزو احتمال بالصفة فاتحية تتكلم فاربع لعبة زود عليهم المسلوسي زود عليهم سيف يعني عم بيكلم في ثلاث لعبة مؤكدين واحتمالية الخمسة بجانب المسلوسي سادسهم فتتكلم عن عدد كبير من لعبة الزمالك هيلعب السبت طب أنت بقى لو مكان كارتيرون تفكر كده تستخدم كل لعبتك الدولية بعاك اللي لعب سبت وحيجيلك الحد مش عارفه وخصوصا طب هيفرد سيف ده خد البطولة ولا بيتعافى من خسارة البطولة اين كانت النتيجة هتتعامل معاه ازاي لعبتك اللي كذا انت بقى شايف اعتقد على فتراض ان كل هيلعب يعني التسعين دقيقة او كل هيلعب على اقل فترة يعني مش هينزل مش هيبقى احتياطي يعني الوينش وفتوح اعتقد اعتقد كل يلعب اه قصدي فيه ثلاثة يلعبوا الوينش وفتوح وزيزو او عبد الشافي يعني فتوح او عبد الشافي او زيزو مش هيلعب كده كده عشان ده واخد انظار التالت في مبارات سيراميكا باللاسف خدقى في تغييرها يعني هو طالع بالراحة كده فهاخد انظار اه فدي يعني ما كدش افضل شي طبعا عشان كده ده يعني كنت حاول لك المستوى فاتحي راه خصوصا انه过 كانش موفق في مبارات مبارات تونس وممكن كيروش وان كان كيروش لا يعبة بهذا الامر فيه ناس كتير بالتقول لك يعني اه بلاش يا جامعة كلام كيروش والدنيا ممكن تقصee كيروش وظهر وقص شو ساعدين على راقش قصبح مش معها عماناش اه عماناش اكيد وقصه وقص فاتح 들 لكن في النهاية مستوى فاتحي لعب مهم في الزمالك وأعتقد أنه لو ما شاركش لازم يلعب في المرات للأساس تحط تشكيل كده افتراضي كده يعني هنحط تشكيل حتبدأ بمن عواد ولا بوجبل عواد انت عارف أنا رجل عوادي للأبد باك اليمين حازم حازم المساكين الونش الونش عاب السابت الونش بدنا أن يقدر يعني يقدر يلعب والجاهز دايما الجاهز والفنيا كان مسبت رجله في الأرض في الوديات في التدريب ما بين عبدالغاني ومحمود علان على الجنب الأيصر أنا شايف أنه ما فيش داي خالص يعني نلعب بفتوح وإحنا عندنا لعب سي عبدالشافي فأصلا فيه مدورة بتحصل بينه في المعتاد وعندنا لعب بخبرة عبدالشافي ما فيش أي ممطق خالص أنه أنا ألعب بفتوح في المباراة الأولى أو ممكن رايح المباراة تانية يلعب المباراة تانية وتبقى الأمور لا يوم السبت مع غزل المحل بالزبط وخصوصا المباراة غزل المحل بدنيا ممكن تبقى أشد وأصعب ممكن تحتاج فتوح لا ممتش بقولين صعب بس ممكن برضو ما فيش ممتش سعى إذا بتتكلم إن فتوح بقى لعب السبت فممكن طب ما فيش نظرات تستفاد من الفورمة إن فتوح فورمة كويسة جدا مع المنتخب ممكن ممكن النظرات دي بس بس يعني أنا شايف إنه الفورمة دي لو أنا ما عنديه يعني لو كان مرائح شوية يعني يعني مثلا لو إحنا قلنا ستريك مثلا خمس ستس ماتشاط فتوح هي أخد كتير في الماتشاط دي لكن ماتش وماتش بقى ماتش وماتش أعتقد كده ده المنطقة خط النص هتلعب يعني طبعا حامل طبعا خط النص الارتكاز أعتقد إمام عشور ممكن أعتقد إسلام بقى والله صحيح إسلام أنا إسلام ماتش إسلام كان كويس عندي إسلام محتاج يكمل وإمام عليها أن يقاتل على مكان يعني أنا بحب إيبام لازم أتدير حافظ بس هو لازم محتاج ينتبه لنفسه وإسلام أثبت ووجوده في المباراة اللي اشترك فيه وكان كويس لا موافق إسلام جاب بن شارقي فوق بقى معنا بقى يعني محتاجين بقى الفؤى والله يا خليفة بصراحة أتمنى بن شارقي هو يفوق يعني هو الناس دعمته قدر لإمكان فأتمنى هو بقى يعني يعني الناس عملت لعليها وبرضو فيه لحظة بقى أنت بتبدأ تتكلم أنه يعني إحنا الدعم على طول الخط ده برضو غلط يعني وبرضو اللي نكتيجي على اللعبة طول الخط غلط فالمفترض دائما نحن ننتظر من بن شارقي يقدمه هو أفضل لأنه هو هو زي ما الزمالك يحب أن بن شارقي في أفضل شيء هو برضو محتاج أنه يكون في الفورما كويس لو حتى فكر من تفكيري براجماتي تماما يا سيدي يقول لعب يسوأ نفسه اللي بتاعي يعني كان كاس العرب نشوف ونشوف كاس العرب أفضل أي سوأ نفسك لكن أنا أتمنى أنه وخصا أنه عنده تحدي اختيارات منتخب المغرب طبعا لكاس أول أفريقيا وبين شارقي محتاج جدا يؤدي صورة تانية غير البداية بها الموسم مع الزمالكم على المغرب بالضبط النحية التانية قلنا مصطفى فاتحي انت قلت مصطفى فاتحي بما أن نزيزي مش موجود مصطفى فاتحي وبما أن شكبالة مش موجود فأوباما حيلعب عشرة أنا شايف أن أوباما عشان حنيجي في تحليل المؤولين حارك حتى كده إن شاء الله وما ينفذ منها ويبتدي رجله تمشي تانية راس الحربة بقى سيف اللي حيبقى لعب فائنا للسبت ولا عمر السعيد ولا بدون ولا أنت ليه خيار بغض النظر عن سيف يلعب السبت أو ملعبش السبت لا أعتقد أن عمر السعيد يبدأ رغم أن أنا دايما من مؤيدي سيف الجزيري عمر سيف لعب فترة طويلة في كاس العرب وسيف لعب بدنين بيجهد يعني مش يعني أنا بتكلمك على الوينش مثلا لعب يتقى في ملعب زيزو وقدر بدنين يلعب مباراة كتيرة وعندوش مشكلة خالص فلكن سيف من النوع بيتأثر أحيانا بدنين وبالتالي أعتقد أن نبدأ بعمر السعيد وإن شاء الله البركة في عمر السعيد يعني وباقي لعبة الزمال تتوقع سي سي خش الثامنطاشر بما أن لعب في الودي يعني ما شفناهوش يعني أنا غالبا ما تفرجتش على الوديات بس فيه ناس بيقولوا أنه محتاج وقت يعني بما أنه غايب من فترة طويلة بس أعتقد أن وجوده في الثامنطاشر ممكن يعني الناس مشتاقة تتفرج على السي سي سي أعتقد لازم يكون في الثامنطاشر نفسيا بالنسباله لأنه غايبا بعيدا عن ملعب مشكلة المطشين بس دي لازم يكونش في السي سي يكون موجود حس أن الزمالك رجعه أنت خلاص بقيت لاعب في الزمالك لازم يحس بتشيرت الزمالك خصنا عادوا أنت في الهين موسم على فكرة أو بالضبط هتكلم معاه في تجديد محتاج أن الزمالك يباني أنه مهتم بي بالضبط فأنا أعتقد أن وجوده في الثامنطاشر أما يبدأش أساسي لكن إيه بيكون موجود في الثامنطاشر ياخد فرصة بإذن الله يكون المباراة ساعده أنه ياخد فرصة من قبل كارتير تيجي بقى إحنا كنت أقولت كده التشكيل أعتقد متفقين يعني إحنا متفقين غالبا إحنا تناقشنا كده نيجي بقى للمقاولين العرب نفسه ونركز كده إيه عليه واحدة واحدة كده المقاولين عموما بدء الموسم مش أفضل حاجة المقاولين في البركز للأربعتاشر يعني هو من الفرق اللي تعالى فيها الدورة تمنتاشر ففيه تلاتة تحت فما تعد كده للأربعتاشر يعني لو في حد عايز ينجو من تحت حيشد المقاولين المقاولين مع خمس نقط فاز على إسترن اللي هالنسكو لا بتفوز عليه إسترن يعني الفريق ماهتمش ببداية الموسم فدخلين الموسم بيهزروا شوية فإن أحسن حالاته بدأ يتكلموا عمريكاة ممكن ويناير بس الفريق بدأ يعني حتى فالفوز بتاع المقاولين على إسترن كامباني يعرف أنت مش بحسوب يعني كل الناس هتأخذت ثلاث نقط هيفكد أن خد يعني يعتبر هو فاز على إسترن وتعادل المبارات وخسر ثلاث مبارات فالفريق ما قدمش أفضل حاجة حتى تلقى ثمان أهداف في السترن وراية وده رقم برضو اعتبر كبير نسبيا على فريق بيضربوا واحد من المدفعين الجيدين عماد النحاس وخصوصا أن عماد ما كمل معهم يعني عماد النحاس من يعني أنا متعرف الحصاب الزبط بس ممكن يكون أطول موديل فني موجود لفريق واحد في الدولة المصر وبقال له ثلاث مواسم مع المقاولين العرب الفرق كلها بتغير وكذا فده كان المفروض ينتج نتاج أفضل وخصوصا أنه من سنتين فاته عمل نتاج كويسة وجه السنة اللي فاتت والسنة دي محققاش نفس نتاج اللي حققها من سنتين تمام؟ هو الفريق بيلعب بطريقتين 4-2-3-1 و4-3-3 وحنيجي في التحليل كده أقول لك هو بيلبى بلعب واحد بقى حنجيله كده ونفردله مساحته شوية بس تعالى دايما إيه دايما بنبدأ دايما إيه من أين تقل الكتف؟ يعني دايما بنجي نحلل الفريق كده بنفكر دايما شفت الفريق كده الزمالك يكسبه إزاي ما قولين إحنت قلت إيه وضعيته الدفاعية في 6 مباريات استقبل 8 أهداف فالفريق مش أفضل مش أفضل حاجة دفاعيا ولأ يعني فيه عنده مدافع بيعمل حاجتين بيعمل حاجة مميزة وحنيجي فيها ما تبقى الكرة السابتة ليه بس هو عنده مشكلة تانية في الموقف الدفاعي يعني هو أنت عارف في العادي ممكن نحن بيكلم عن فاروق آه ما هدي الفكرة القلب يدفع لفريق ولعب محترف وكده فالمفترض نقوه وكل نقطة قوة الحقيقة إنهم بعض الحياة الدفاعية ببنقطة ضعب فدي حاجة أنت البديهيات أي حد بيدرس فريق الأول بيشوفي آه طبعا صغرات الفريق اللعبه بشكل عام بس بيدرس الأخطاء الفردية بيدرس الصغرات الفردية عند كل لعب فلاعد لعب فاروقا بيسرح كتير أو في الدفاع الخليفة ده تعالى ده فيه لقطة آه إنه تفرج عليها كده ونفرج الناس عليها لكن فاروقا هناك كرة دي كان جموش لونجو فجأة أسابه كده بطيق شوية رغم أنه برجله يبدو طويل أوي لكن تحس إنه هو عنده مشكلة عايزين بقى يعني إحنا حيبقى عندنا الفرود بايما بايب أنت بتلعب بتستفاد إن المستاج بتاع المولين حيبقى مركز معاه أنت خش بقى في المساحات اللي هو بيبقى مش مغطيق بأوضر حيب ده برضه هيخليك ترجع تاني تتفكر كده عمر السعيدي يقدر يعمل القصص دي ولا ساعتها ممكن ندفع بلاعب يبقى يعني سيسي لو بدنيا جاهز ممكن يلعب ورازي كده يلعب على العيوب بتاعت بتاع التفروح ما بتحط بقى لو بدنيا جاهز دي لأن الناس اللي شافوه في الوديات قالوا إنه هو لسه محتاج شوية محتاج شوية فأعتخد عمر ممكن عمر واللعب اللي بيبقى مكمل في الانسايد اليمين والانسايد الشمال ياخد في المساحة دي يبقى مركز في الدخول إنه في مساحة بتتساب هنا يعني مثلا هو اللي جاب الجنف في اللقطة اللي احنا تكلمنا فيها كان دينوبيتر فالفكرة إنه انت تستفاد من اللعيب يخش في المساحة دي وياخد المنطقة وراه بقولين كمان ممكن يمكن يتم ضربه عن طريق حاجة هم بعملها بشكل كويس لأما تبقى ليهم إذا تبقى عليهم الكرات السابتة بتشكل خطورة عليهم تعال نشوف دايما يعني فيه هداف كتيرة تلقوها من الكرات السابتة تعالى نتفرج عليها ويبتبقى فيها مشكلة نتمنى اللعيبة اللي بتلعب عندنا مركز عشرة والسيدات تاخد بالها من حيث دي كرات السابتة يا ريت نستغلها بشكل أفضل خاصة نزي مالك عنده أمر السعيد عنده الوينش عنده محمود علاء عنده أوباما كل دول بلعبوا براسه بشكل كويس يا ريت يكون التنفيذ فيه شغل وتزاحم ونسبة فضي مساحة علشان خطر نستفدشوا من الكرات السابتة إذا كنا احنا بقى نتكلم عن أن أحمد سيدزي هو أحد أفضل لعبي أو هو أفضل لعب عرضيات في الدور المصري فإحنا من هنا بقى نتكلم عن ليبل الوحش في الفرق اللي بتلعب عرضيات صحيحة لأن مقولينه والتاني أكتر الفريق لعب عرضيات صحيحة في الدور المصري بعد الاتحاد الاتحاد 44 عرضية صحيحة ونمقولين العرب 42 عرضية صحيحة وده سلاح قوي عليك يعني مفترض أن احنا ننتبه نكون أفضل وإحنا وفي بداية الموسم احنا مش أفضل شيء في العرض وإحنا نحتاجين نتحسن شوية في هذا الأمر إحنا زي ما قلنا إيشنا كده نكسب إزاي ناخد بالنا من إيه بقى ناخد بالنا من عرضات المقاولين ولو بصينا على اللقطات لعبت المقاولين بترسب كرات عرضية مميزة من أي مكان الفرود اللي وقف دي يعني أنا بازع القوي لو من الفرود عشان كي يخزعان من مروان أنا الفرود يحطها تيجي ما تجيش أنا ما حسبوش بس إنها وقفها ده كده خلل في مفهوم الفرود نفسه يعني نيجي كمان بقى الكرات السابتة المقاولين بيلعبوها بشكل كويس يعني العرضيات من اللعب المتحرك أو كذا كمان الكرات السابتة سواء ضربات ركنية أو كرات سابتة أو سواء تزديدات عنده محمد السمير بيسدد بشكل كويس ضربات سابتة فتعالى نبص كده على ضربات الركنية أو الكرات السابتة عموما المقاولين بيسجل بيها ودي بقى اللي هو التزديدات محمد السمير الكرة دي بعيدة جدا محمد بيسام لعب على التوقع اتحطيت له في الزاوية اللي هو مفروض كانوا إسرعي بالتحالي آه بالزبط جون في المصري في المصري سوري في المصري اللي هو الجون توقح حاجة فراح تتاله في زاويته بقوة في حتة بقى وخصوصاً ان احنا عنينا منها وناخد بالنا منها لان هي يعني ممكن العرضيات ان ده ممكن المقاولين ما يسيطرش قوي فممكن العرضيات دي انت تتجنبها لانه هو ممكن ما يسيطرش فما يقدرش يوصل لنقطة العرضيات بس في حاجة انا بشوفها مماذا في المقاولين واتعملت علينا وغالباً حتى تتعمل علينا ولازم ناخد بالنا منها تدريس اقول لك احنا اصلاً يعني اتضررنا منها مش بس منافسين واحنا بالرائب لا ده انت اكتويت بنارها اللونج باس بطريقة ما يعني بقاك مفيدة اللي هي الدفاع المتأخر شوية خريق بعد ان اتقطع عليك كرزة كده يعني ما تزبط افسادك مزبوط هتاخد بالك من النقطة دي قوي بس لو انت عملت دفاع متأخر وسبت الخط الوسي يتقدم بدل ما حتوقف فينستروزي لحد ما لكن حتلاقي لاعب وهو المشكلة اللي هو عبدالله ياسين هو ده احنا احنا مفاكرة ما قلتلك بالعبوة 4-2-3-1 و4-3-3 هو عبدالله ياسين هو الحتة اللي عماد النحاس بيستخدمها للنطرة على الفكر عبدالله ناشئين بي اس جي هو العيب يتأسس كويس يمكن ما عملتش مسير او هو عيبه كده متزبزب حتى متزبزب في الموتش الواحد بسعال بيقدم لمحات هو فعلا ده ناشئين بي اس جي فعلا وسعال في الموتش نفسه مش العيب اللي انتاجيه على طول الموتش هو العيب تحس المتأسس صح ممكن ميبقاش افضل شيء ومش كل العيب حيبقى توب يعني لكن تحس انه عنده الاساسيان في الكرة ممتازة او ما هو انا بقول لك فيه العزات في الموتش تقول فعلا اللي عيب بي اس جي بس هو مش بيد انتاجيه بشكل مستمر يعني ينقصه ان هو يكمل بي اس جي قبل العصر الجيء الصابق اه تعالى نشوف عبدالله ياسين ويا ريت زمالك لانه في المساحة اللي بتبقى وغارة طارق وفعلا عشان كده بقول اسلام ان شاء الله يكون بقدم ورا كويسة لان عبدالله ياسين من اللعيبة كويسة جدا في الحين يجنب طارق ان هو يندفع يبقى خلي طارق اهو دايما يقلل الجاب بينه اللي هو الدفاع واسلام جابه هو اللي يضغط لو بالضبط تعالى نشوف تلك جزا لا هو العيب كويس ولعيب بيفكر كويس وعن العيب مارن تكتكين زي ما انت قلت هو اللي بيغير المقولين احيانا من 4-2-3-1 انه يتراجع يبقى لعب 3 خط النص يتحول ل4-3-3 فنعمل السامري كده اللي احنا قلناه سنعمل لك بس سامري تلك ونخب بالنا من الكرات العرضية وراجعنا ايا محمد خليف وناخد بالنا الكردة من الكرات العرضية وكرات السابتة ناخد بالنا من الكرات الطوير اللي تتلعب للسطروز يعني كارتروني ياخد باله ومنسبش مساحات بين خط النص والدفاع ممكن اسلام جابر يبقى واخد باله شواء من عبدالله ياسين دي لو حنتقي يعني نتقي شرع المقاولين لو ركزنا على الموضوع ده ونتمنى التوفيق إن شاء الله لندي الزبالك في مباراة يوم التلاتي بإذن الله تعال بقى نشوف نتيجة التصويت بتاع اللي حصل حال الناس غيرت رأيش حد في الماء بس أنا مش طبعا فقط الناس غيرت في الماء الحمد لله زي ما حد لا تغيرتش ده بفنية المباراة الناس مزلت مصرة نكيروش اللي يتحمل مسؤولية الكبرى في المباراة زي ما قلنا يتحمل مسؤولية الكبرى في المباراة مش أكتر من نوع مش كابش فدأ ولا كلام كبير يعني هو خلط الرجل أنا شاف إنه كان في بعض الأخطاء كان مفترض إن الأمور تتعدل في حاجة ما أنا عايز أقول لكم عليها إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنستطيف كتر خير دينا ندور كضيف للحلقة لأسبوع ده بكرة هيكون هنقولت إيه قدرت لأسبوع ده فحلو بكرة هننام من نسح هنتعرف خلاص هنتعرف موعدة البرنامج خليفة بكرة بإذن الله حلقة سخنة جدا هنستنىكم إنتوا تفرج عليها وتقولوا لنا عرارة وفيها مفاجأة كده فيها مفاجأة هيبقى فيه تي شيرت نادي الزمالك هدية هيبقى فيه سؤال الحلقة حينزل وتي شيرت نادي الزمالك هيبقى هدية هيتم يعني إيه هناخد الناس اللي بتجاوب صح ونعمل صحب بسيط كده عشان نختار الفائز بتي شيرت نادي الزمالك اللي يجي استلمه هنا من قناة نادي الزمال هتنقل المقاس بتاعك يعني لا احنا هنستند الفائز هو اللي هيختار المقاس بتاع التي شيرت يعني حابين حتى ان هو اللي يفوز فيه ساعات كتير بتجيبيه التي شيرت فيبقى مش على مقاس الفائز لا احنا هنسمح للفائز باختيار المقاس اللي هو هيحبه فانت النهاردة بقى هتوقع بقى المراجعة النائية اللي كان خليفة مكان ما نسيب المراجعة النائية بتاعتناولين صحيح لتكون معانا وكابت الخالد بنفس هيختار الفائز بإذن الله بكرة اختار عشوائي بس عشوائي يعني اه عشوائي لا احنا اكيد عشوائي عشوائي الفرصة العادلة للجميع دائما دائما بنبحث على العدالة كزمالك دائما كزمالك وجمالنا مشغولين بأمور العدالة بالضبط دائما بنبحث على العدالة ومش اكتر من كده خلاص احنا وصلنا للتسعين دي آخر سوق من فن وان داس بس لك نعرفين دائما نزمالك معانا طول الاسبوع ومعانا طول الوقت لان نزمالك يمنق العقل ويمنق القلب ويصدر الخيال نشوفكم بكرة بإذن الله